في رسالة إلى المشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة لسنة 2019 نوه الملك محمد السادس باختيار منظمة الصحة العالمية للمغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي تحت شعار الرعاية الصحية الأولية الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة شعار نوه به العاهل المغربي مبرزان العناية الخاصة التي ما فتأيوليها لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما ولصحة المواطنين والمواطنات على وجه الخصوص كما أبرز الملك محمد السادس أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في تمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وأكدت الرسالة الملكية أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب توافر بعض الشروط الأساسية في النظام الصحي منها سياسة دوائية بناء تروم توفير الأدوية الأساسية وتشجيع تصنيع المحلي للأدوية الجنيسة والمستلزمات الطبية ذات الجودة وكذا تعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر حتى لا يضطروا لتسديد معظم تكاليف علاجاتهم من مواردهم الذاتية العاهل المغربي أكد على ضرورة خلق دينامية جديدة لتجاوز مختلف الإكرهات والمعيقات يكون إصلاح منظومة الرعاية الصحية الأولوية أحد أهم مرتكزتها بالموازات مع الالتزام بالمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في أفق عام 2030 وبعد أن ذكر بدخول تغطية الصحية الإجبارية بالمغرب حيز التنفيذ منذ العام 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية رميد سنة 2012 دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى الإسراع بإصدار نصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب ذات جودة عالية وبكلفة معقولة مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي في إطار الجهوية الموسعة واللا تمركز الإدارية